الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية مسألة الأمن الغذائي أصبحت مفصلية خاصة مع انتشار فيروس كورونا حيث تتسابق الدول في سرعة الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء والدواء الإمارات كانت من أولى الدول التي سعت إلى أعطاء الأمن الغذائي أهمية كبيرة حتى قبل أن يعيش العالم حالة الانغلاق التام بعد تفشر هذا الوباء وجاء ذلك من خلال استحداث وزارة معنية بالأمن الغذائي وبدأت الإمارات مؤخرا بتنفيذ خمس آليات ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الأمن الغذائي تمثلت في تنويع أسواق ومصادر جلب السلع من الخارج لكل صنف غذائي أساسي بالسوق وذلك لتلبية الطلب المحلي وتحقيق احتياطات المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وتضمنت الآليات التوسع بمشاريع الزراعة المستقبلية لوجود بنية تحطية مؤهلة لزيادة الانتاج الغذائي في الدولة وتعزيز التكنولوزيا والزراعة المستدامة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتطوير الصناعات الغذائية بإنتاج حوالي 100 ألف طن من الأغذية خلال ثلاث سنوات كما تضمنت الآليات اتباع برامج التوعية والترشيد في استهلاك الغذاء بما يحقق وفرة السلع وتخفيض معدلات الهدر والتوسع في تمويلات القطاع المصرفي لمشاريع قطاع صناعة الصلع الغذائية إضافة إلى زيادة الترخيص الممنوحة للمشاريع الصناعية والأنشطة التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الهيئة الاتحادية للتنفسية والإحصاء أكدت نجاح الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أشارت الهيئة في تقرير حديث أن الخطوات التي اتخذها مجلس الإمارات للأمن الغذائي ساهمت في تعزيز المخزون الوطني من الإمدادات الغذائية والصحية وأضاف التقرير أن صدور قانون المخزون استراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات مؤخرا يعد خطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة والذي يساهم في رفع اكتفاء الدولة من احتياط السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث التقرير أشار إلى اعتماد مجلس آلية مراقبة نظم استراتي الغذائي للدولة لمتابعة حركة البضاع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمدادات والتي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية الأولى الحركة اللوجستية على منافذ الحدودية والثانية بيانات الميزانية الغذائية العالمية والتي ترصد كميات الأغذية المتوافرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية وبيانات الرز المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات تعد مؤشر طمأنينة لكل مواطن ومقيم بها وتوضح توافر الغذاء والدواء بفضل الجهود المبدولة من كافة الجهات المعنية أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة الوقت هذا سيمضى لكن يحتاج إلى الصبر شباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر